تقول إنه كولر أدار المباراة بحكمة شديدة وعمل اللي عليه هل شايف إنه دي نتيجة المرضية هل هو كان بيسعى في النهاية لإنه يخرج بهذا الشكل؟ هو إزاي ما قلت لك هو طبعاً أهم حاجة عندي مستقبلش هدف بره أرضي وده شيء منطقي لو أنا قدرت أسجل تمام لكن بإزاي ما قلت لك بو يعني بتعرض معلول للإصابة أدى إلى هبوط الأداء الهجومي للنادي الأهلي في المباراة بشكل كبير وملفت ولكن أنت حفظت على الشكل امتصيت حماس لعيبة التراجي خليتنا برضو لازم نحط خط تحت إن التراجي بيلعب في أرض وصف مهوره ومع ذلك هو ما كانش أفضل نسخة للتراجي يعني كل مباراة أجمع إن ما كانش في فرص كتير باستثناء الهجمة اللي كانت بعد إصابة علي معلوله على طول لأنه خرج وما كانش في حد بيغطي مكانه غير حسين الشاحات كله ما تدخلش سريعاً ولكن تدارك الخطأ بعد كده كانت مجاسفة كبيرة جداً بمشارك الكريم فؤاد بديل ولكن أدى نوعاً اللي مطلوب منه إن أنا ما يخشش في يا جون خليني أشيد بدور وسام مهاجم كبير جداً يا جماعة مهاجم كبير 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 الأهلي كان مفتقد كان عايز رودة سليم ده هيئي طب أنت بتتكلم عن السنائية بتاعت إمام عشور وعلي معلول ما دي سنائية تانية برضو دي سنائية مهمة جداً ولكن أنت برضو محتاجر خبرات وجود الشاحات وبرستاو في المباراة مباراة ده خبرات هتفقل الأهلي في المباراة الناس دي يعني لخمس سنة على التوالي هو بتروح النهائي فكان وجودهم مهم جداً في المباراة آه ما كانوش في أفضل أحوالهم كان لهم أدوار دفعية أكبر بكتير كل كان مكلفهم بيها من أن هم هيهجموا بشكل عام نتيجة مرضية إيجابيات كتير الأهلي قدر يعددها بقى دلوقتي فيه تشابه بين الأهلي والزمالك أنا محتاجة هدف كل فرق محتاجة هدف عشان يتوجب البطولة ولكن مع الوضع في الاعتبار إن أنا لو استقبلت هدف الدنيا هتعقرب شوية ولكن ترجي طريقة لعبه الأمثل اللي هو بيدافع بكل فرقته وبيعتمد على الهجمات المرتدة فلازم الأهلي وهو بيلعب هنا ما يندفعش هجومياً بشكل كبير ويأمن خطوطه خصوصاً إن مهاجم ببرازيليا رودريجو مهاجم الترجي مهاجم قوى جداً صحيح كسب كل التحامات الهوائية تقريباً مبارح رغم إن ما كانش فيه خطورة وضيع أخطر فرصة في السكس يارد ولكن بشكل عام نتيجة مرضية وفيه تفاقل كبير بالنسبة للأهلي وإن شاء الله الزمالك النهاردة ربنا نسلم قبل ما نتحول للزمالك أنت متخيل إن الترجي ممكن يستمر في الخشونة إحنا شايفين لعب بيها شوية في تونس هل متوقع إنه يستمر في هذه الطريقة لما يجي هنا في القاهرة طبيعي جداً الترجي معروف شمال إفريقيا معروفين بقوتهم في اللعب وكمان بقى إهضار الوقت والكلام ده كله كلنا حفظينهم وبعدين نهائيات الأهلي والترجي لقل لها تاريخ كبير وإحنا عارفين الأهلي متفوق بشكل كبير وملحوظ وإن شاء الله يفضل محافظ على التفوقه في المباراة ولكن إحنا بالأهلي لازم يبقى زكي جداً كولر لازم يبقى زكي جداً في بداية المباراة هنا زي ما كان زكي في بداية المباراة هناك إنه هو امتص حماسهم بشكل كبير جداً إنه هما كانوا ضغطين بس الكلام ده أنا فهم أنه هو أول ربع ساعة في المباراة إنه أنا امتص حماس اللعيبة وامتص حماس الجمهور والضغط الجماهيري ده أول ربع ساعة في المباراة إنما بعد كده بتكون الرؤية تضحت بقى وفهمت على أرض الماء إيه اللي بيحصل معلولة تعرض لإصابة خلي بالك برضو أنت تتكلم في عنصر مهم جداً طبعاً مفهوم وقائد من اللعيبة الأهلي فإنه يتعرض للإصابة أكيد عمل هزة كبيرة جداً لزميله في الملعب حتى يعني ملوش البديل اللي إحنا كنا منتظرين إنه يقدر يعمل دوره أو على الأقل يعمل 50% من دوره كريم فؤاد غايد بقى له فترة خروج كريم الدبيس من قايمة قبل المباراة أنا كان مستغربه شوية على إعلامة استفهام أنت ما كنتش عامل حساب إنه ممكن يحصل حاجة زي كده وكريم فؤاد هو البديل كريم الدبيس أكيد في مكانه لو كان شارك كان ممكن يظهر بشكل أفضل من كريم فؤاد أنت بتتكلم هي مشكلة الأهلي كلها كانت في تحولاته الهجومية إمام عشور كان يعاني وحيداً في أنه بيأخذوا الكرة من تحت الأدام طبعاً وسام كله كرة بالتحام يعني قدر يتفوق في أكتر من كرة في السنائيات ولكن أنت كنت محتاج الدعم الهجومي أو المساندة الهجومية من أكتر من اللاعب ولكن كلر هو كان راضي باللي بيحصل ما كانش حابب يجازف عشان ما يستقبلش هدف يعقر بالدنيا ويلغبط الحسابات مشاركة أفشا كبديل في الشوت الثاني أنا شايفة كانت مشاركة مميزة جداً جداً الأهلي كان في التوقيت ده محتاج حد يمسي الكرة يهدر الوقت بطريقة شرعية ينقل الكرة كتير ويدي لعيبة الأهلي ثقة حشان كده إحنا شوفنا الأهلي ميسي الكرة في آخر ربع ساعة أكتر من أبي وقت وده زكاء برضو كلر كلر بيتعلم وبيتطور بسرعة جداً إحنا بنتكلم أنه هو في تعلمه أسرع من جزية من وجهة نظري كولر من خمسية سانداونز خلاص الموضوع تحس أن كولر تحول بيقام من دفعته كويس جداً بيستقبلش أهداف يعني قدر عرف أن برا فيه ظروف مختلفة ضغط جماهيري درجة حرارة ملعب مش أفضل حاجة فقدر يعالج كل ده بأن أنا لأ أنا هلعب طريقتي وواجه على ملعبي ألعب بقى بطريقتي براحتي وأفتح خطوتي وهاجم وده هو نجح في ده أنه ما دخلش فيه غير هدف واحد الموسم الحالي في دور الأبطال